أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصدى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده كنا بينا في حلقة سابقة ما ذكره الله تبارك وتعالى عن المنافقين أنهم عندما يأتون إلى شياطينهم أي زعمائهم بالكفر وهم اليهود وفي العصر الحاضر هم اليهود أو أذناب اليهود لأن اليهود صار لهم حمير وأذناب يقول لهم نحن عندما كنا مع المؤمنين نصد معهم ونقول آمنا إنما نستهزئ بهم نسخر منهم وبيّن الله لنا أنه يستهزئ بهم ويمدهم في طويانهم يعمهون يستدرجهم حتى يتابعوا السير في الضلالة ولا يعرفون الرجوع إلى الهدى لأنهم هم الذين اختاروا هذا الطريق ولياذ بالله تعالى وظنوا أنهم يفتحون به ثم يبين الله لنا أنهم يستبدلون الضلالة بالهدى الباء دائما تدخل على الأثمان أي دفعوا الهدى ثمنا للضلالة فأخذوا الضلالة وأعطوا الهدى يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين اشتربوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك البعداء عن رحمة الله المتصفون بهذه الصفات من المنافقين عدلوا عن الهدى فتركوه وأخذوا بدلا عنه الضلالة والضلالة من ضل يضل أي ضاع يضيع فهم ضائعون لا يدرون كيف يسيرون لا يدرون المنهج الذي ينهجونه كنت في مكة وقلت لأحد الأشخاص يا أخي لماذا تتبع كذا ثم تتبع كذا قالك أنا مثلك بدي أطريع الله بس قلت لك من يطع غير الله قال لا أنا بالنسبة لي مين ما تجوز أمي بسموه عمي بسمي عمي قلت له لا والله أنا ما أحد تجوز أمي الحمد لله غير أبي فليس لي أحمام أنا ليس لي ولاء إلا لله ورسوله فقال يا شيخ ربط الحمار مطرح ما بقول لك صاحبه قلت له نحن ما لنا حمير وهؤلاء المتسلطون يتسلطون علينا لا أنت إذا كان رضيت على نفسك أن تكون حمار خلي ربطوك مطرح ما بريده ولكن نحن المؤمنون متحررون عن الطاعة والتبعية لغير الله مخلصون في طاعتنا لله تبارك وتعالى فهؤلاء ضلوا ضاعوا بجفلان قل له يا سيدي وأنت مولاي وأنت كذا روح فلان بجفلان بصر هو ربه أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فهؤلاء في ضلالة يعني في ضياع لا يدرون كيف يسيرون ثم لبيان حال هؤلاء المنافقين يضرب الله لنا لهم مثلان المثل الأول يسمونه مثل المفسرون يسمونه المثل الناري والمثل الثاني يسمونه المثل المائي هكذا التسمية يقول الله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثل الجمع أمثال قال تعالى وتلك الأمثال نضيبها للناس وما يعقلها عند العالمون الله يجعلنا من أهل العلم وأي علم ليس العلم علم القراءة أو الكتابة أو علم الطب أو علم الهندسية أو علم الفيزياء أو علم الكيميا كما يصن بعض الناس أن هذا هو العلم لا هذا كله فروع للعلوم الدنيوية العلم الحقيقي الذي يهيئ إنسان السعادة في الدنيا والآخرة هو معرفة الله معرفة ربه معرفة الطريق الذي يسلكه ما يأمر به الله الخالق المالك أو ما يأمر به المخلوق فيكون زليلا عبدا لعبيد الله إذن هؤلاء الذين يعلمون يعقلون أمثال الله نسأل الله أن يجعلنا من العالمين مثلهم أي مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا كان في مكان مظلم في برية فأوقد النار وإذا بهذه النار تضيء ما حوله فيستأنس بها ويفصل ما عن يمينه وما عن شماله وطبعا يسكن عنه الخوف لأن البراري الموحشة المقفرة في الظلام ربما يأتي منها السباع والضباع وإلى آخره فعندما تنير هذه النار لا يتقدم إليها شيء من هؤلاء المؤذيات فهو إذن عندما يظهر نور النار يستأنس بها ويرتاح إليها ويبصل ما عن يمينه وشماله حتى إذا استأنس بها ذهب الله بنورهم انطفأت النار ذهب النور لم يعد يرى شيئا وعاش في ظلام دامس لا يسمع صوت الحق ولا يبصل شيئا حتى يبصل الحق ولا يهتدي فهو أبكب أيضا لا ينطق بالحق صم عن سماع الحق بكم عن النطق في الحق فهم لا يبصرون لا يدركون الأدلة في هذا الكون التي تدل على أن الطاعة والعبودية لخالق الكائنات لا لمخلوق مثلنا أو دوننا نسأل الله العافية وأن يبعدنا عن عبادته وعبوديتنا للمخلوق نحن عبيد للخالق متحررون من العبودية للمخلوق أما هؤلاء المنافقون فإنهم يسيرون وراء كل ناعق ظنا منهم أنهم يحصلون أحوالهم وأوضاعهم الدنيوية وما من مخلوق إلا ويحصل من الدنيا ما كتب الله له فلو أنه سار على الطريق الذي رسمه الله لسعد في الدنيا وسعد في الآخرة ولكن هؤلاء ذهب الله بنورهم لما عادوا يبصروا شيء وهم صمم بكم العبيون طيب هذا المثل أيضا يشعر أن النور إذا ذهب من النار ماذا يبقى منها؟ ما قال الله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم قال بنورهم أي النور التي كانوا يبصرون بها ما حوله ويستأنسون نوعا من الاستئناس ذهبت فلم يبقى إلا النار والإحراق والدخان النار المحرقة ودخانها والرائحة الكريهة من هذا الدخان هذا الذي بقي لهم والنور ذهب ولذلك هم يعيشون في ظلمات لا يبصرون صم بكم العميون كما وصفهم الله أما المثل الثاني طيب هم في هذه الظلمات ما المراد بهذه الظلمات؟ ظلمات الشك والنفاق كلما أرادوا أن يخرجوا ويستكوا مستكا يطيعوا كذا يستكوا كذا يخافون أن تضيع مصالحهم النور يجعلهم يطيعون الله ويعرفون الله ولكن ينطفئ هذا النور ويبقون في الضلال ولذب الله تعالى فيما يضرهم من الحيرة والإضطرام أما المثل الثاني فيقول الله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أو كصيب من السماء الصيب المطر الغزير الذي ينزل من جهة السماء فيه ظلمات الكفر أيها الإخوة يشبهه الله تبارك وتعالى دائما بالظلمات وليس ظلمات من الظلمات التي ترونها النور أو وجود الشمس أو عدمها لا إنما المراد بها ظلمات على القلب الكفر ظلمات وليس ظلمة واحدة فلذلك هنا يعبر لأنه أنواع الكفر أنواع من الناس من يعبد هواه ومن الناس من يعبد من وراء هواه الشهوات ومن وراء الشهوات يعبد فلان أو فلانة أو إلى آخره أو المال فهو يعيش في ظلمات يظن أنه يسير في تحصيلها سيرا صحيحا ليسعد ولكن يأتيه الموت ولا يجد إلا العذاب والأسى الأسى في الدنيا التي ضاعت منه والعقابة الشديدة الغالدة في جهنم في الآخرة أو كصيب من السماء فيه ظلمات ظلمة الليلة وظلمة الغيوم لأنه تحجب النجوم عندما يكون الدنيا صاحية ولو ما كان في قمر النجوم تعطي شيئا من الضوء تستطيع إذا كان الحدقة مفتحة بشكل جيد أن ترى بصيصا من الطريق أو شيئا من خيالات إذن ظلمة الليل وظلمة الرعد السحاب وظلمة المطر عندما ينزل المطر يكون ظلام وإذا لم تصدق انظر في مكان وأنت في النهار في مكان بعيد عنك ترى الغيم أسود وترى من هذا الغيم ينزل شيء أسود أيضا وهو المطر فيقول لك الخبراء هناك ينزل مطر إذن ظلمة المطر وظلمة السحاب وظلمة الليل أو كصيب من السماء مطر فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم أي أطراف أصابعهم في آذانهم ويضغطونها ضغطا شديدا حتى لا يودون أن تدخل إصبعه كلها في أذنه لأن لا يسمع صوت الرعد من خوفه من الرعد فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت الصواعق جمع صاعقة وهي النار الكهربائية التي تنزل من السماء على الأرض فتحرق وقال العلماء التجريبيون أنها تكون من احتكاك الغيوم مع بعضها البعض توجد شرارة كهربائية إذا نزلت إلى الأرض تحرق ما تنزل عليه ويجعلون هناك أجهز للصواعق يضعونها في مكان مرتفع وينزلون الشريط والسلك إلى مكان آخر حتى تمتص هذه الصائقة ولا تخرب البيت أو تؤذي الناس أو تهلكهم يجعلون أصابعهم من الصواعق حذر الموت خوف الموت يخافون من الموت وهو آتيهم لو كان يخافوا من الموت ويصدقون الله كخالق الموت لكان أطاعوا الله وانتهى لا يخافون في أي وقت يأتي الموت لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولكنهم مع الأسف يعني ما صدقوا الله ولا آمنوا بالله إنما آمنوا ادعاء باللسان يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شوا فيه هنا عفوا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ما قال من الصواعق يا حذر الموت قال والله محيط بالكافرين الله محيط به الكافر يا إخواني والمنافق بشكل خاص يظن أنه فهلوي يفهم يتصرف تصرف صحية يضحك على المؤمنين يوالي الكافرين يحصل مصالحه الكافرين وعدو أنساء ورئيس صير صدقه ويسير في ركابهم بعمل انقلاب بقتل الناس برهب الناس ولا يدري أنه يعيش في حياة الضنك وفي خوف شديد لا يدري ما يحصل له في الدنيا قبل الآخرة وخوفه أكثر من الموت حذر الموت والله محيط بالكافرين فهو تصرفه الذي يتصرفه في الدنيا يظن أنه يمشي حاله في الدنيا ولكنه هو في أرض الله وفي تحت سلطان الله ولا يستطيع أن يخرج عن الخط الذي رسمه الله ولذلك نحن قلنا دائما للناس أن العبودية في عبودية لله اضطرارية وعبودية اختيارية العبودية الاضطرارية كل مخلوق عبد الله الكفار كلهم عبد الله شاءه أو أبو فهو يخلقهم ويرزقهم ويميتهم ويحييهم يخلق هذا الذكر وهذا أنثى وهذا طويل وهذا قصير يميت هذا في بلد فلاني يميت هذا في بيته يميت هذا خنقن واحد جاء من اللاذقية إلى قريته وعنده كرم اشتراه وذهب لينام في هذا الكرب وأخذ معه فحم حجري أغلق الباب عليه وشعل النار ونام ما فار استفقدوا بعد ثلاثة أيام وجدوه ميد فالله يميت ويحيي ويفعل ما يشاء فالكل يحيط بهم الله ولكن الكفار والمنافقون لا يذركون لأنهم لا يفقهون عظمة الله ولا يفقهون حقيقة الخلق ولا يفقهون تصرف الخلق الله سبحانه وتعالى بهم لا يفقهون أن اللقم التي نضعها في ثمنا الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها لنا من التراب ومن الأرض ومن السماء التي تمطر ومن النور التي تجعل الهواء ينتقل إلى هذه النبتة فتكون لنا ما نحتاج إليه بقدرة الله تبارك وتعالى لا يدركون كل هذا أبدا لا يفقهون ولا يفهمون وهنا يقول الله لنا والله محيطا بالكافرين الإحاطة إحاطة الله بالكافرين إحاطة تامة لا يستطيعون أن يخرجوا منها فهم يعيشون في خوف شديد من الله تبارك وتعالى يحسبون كما قال تعالى في آية الأخرى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم كل ما صار صيحة للحرب كل ما صار حركة بحسب عليهم أن الله تبارك وتعالى أمر جنودهم المؤمنين أن يثوروا عليهم وأن يقاتلوهم ويقفوا في وجههم وقال الله تعالى أيضا في ذكر خوفهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم يعني مؤمنين مثلكم وما هم منكم ما المؤمنين ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون يخافون من المؤمنين فبيعملوا نفسهم مؤمنين لما بصير معهم سلطة وإسلاح وبصير واحد منهم رئيس دولي أو إلى آخره في دولة من الدول زال الخوف فيزول عنه الفرق الخوف أما إذا كان حتى وهو رئيس دوله إذا كان شعب مؤمنين فيمكن أن كما تقول له أزناب الكفار أن هؤلاء إرهابيون فهو يخاف من المؤمنين ويفرق ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجبحون تورطوا الآن صاروا يؤتوا يضربوا فهم مطاردون جبناء لو يجدون مكان يلجئون إليه ويهربون لفعلوا ولكن لا فائدة أين يذهبون مشوا في طريق لا يستطيعون أن يتقدموا ولا يستطيعون أيضا أن يتأخروا يكاد البرق يخطف أبصارهم البرق يا إخواني هو النور النور الإيماني يكاد البرق يقرب البرق أن يخطف أبصارهم يعني أن يعمي أبصارهم لأن شدة النور اشتديد بعد الظلام والحدقة مفتوحة ممكن أن تضرب الشبكية فيعمل إنسان يكاد البرق يخطف أبصارهم من شدته ومن شدة لمعانه وضوئه شدة ضوء الحق شديد عليهم ما بتحملوا ولو كانوا مؤمنون ومؤمنين نتحملوا وعرفوا الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه يأتيهم بصيص من نور الإيمان فينير قلبهم فيتراهم يتكلمون بالحق ولكن قلوبهم منكرة له تسمع من المنافق كلام والله إذا شعب أحكي يغتر به كثير من الناس ويظنون أنهم من كبار المؤمنين ويظنون أنهم من العلماء يتكلم كلام فقيه كلام عالم ولكن هذا الكلام ولياز بالله تعالى لا يذل على حقيقتهم إنما في قلبهم غير هذا الكلام هذا يقولونه للمتاجرة والمصانعة للمسلمين حتى يغروهم وحتى يتسلطوا عليهم فهم يعرفون الحق ويتكلمون به ولكن قولهم مختلف عن فعلهم وعن ما في قلوبهم لأنهم عندما يرجعون إلى أنفسهم أنفسهم متطلعة إلى الدنيا وإلى الأهواء وإلى الشهوات التي يزعمون أو يريهم الشيطان أنهم يأخذونها عن طريق موالاة الكفار والكافرين فينقلبوا إلى التبعية للكافرين بذل أن تكون تبعيتهم لله ورسوله والذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال ابن عباس قال الله تبارك وتعالى لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إنما تركوا الحق بعد معرفته وقد عرفوا الحق وهناك الأذلة الواضحة ويعيشون بين المسلمين لا يستطيعون أن يستفسروا عما بد لهم ولكنهم والعياذ بالله تعالى بعد هذه المعرفة ذهب عنهم الحق وبعد أن أنذرهم الله وبين لهم أنه قادر على كل شيء وأنه يفعل بهم كذا وكذا وأن صفتهم كذا وكذا يقول الله لهم إن الله على كل شيء قدير يعني أنتم تعلمون أن الله إذا شاء لا ذهب بسمعكم ذهابا كليا أصبحوا طرشاها لا يسمعون وذهب بأبصارهم فلا يرون شيئا من الدنيا ليس عدم رؤيتهم الحق لأنهم لم يروا الحق قادر الله أن يجعلهم لا يروا شيئا من الدنيا أبدا إن الله على كل شيء قدير باعتبار أن الله حزرهم بطشه وشدته فقال في آخر الآية إن الله وبين لهم أنه محيط بالكافرين بيّن الله لهم أنه على كل شيء قدير وأن قدرته لا يقف في وجهها شيء ليدله على الحق دلالة واضحة فإذا استدلوا على الحق وعرفوه يعيشوا سعداء ويرجعوا إلى الله وإن أصروا على العمى وعلى السير في ركاب المخلوق وعلى طاعة المخلوق وترك الخالق تبارك وتعالى فإنهم سائرون في الضلالة ومغرقون في الضلالة ولياذب الله تعالى فربنا تبارك وتعالى يبين أنه قادر على كل شيء وعلى الذهاب بسمهم وأبصارهم حتى لا يتمتع بها إن الله على كل شيء قدير هذين المثلين المثل الأول وهو قوله تعالى مثلهم كمثل إذا ست وقد نارا فلما أضاءت ما حوله والمثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق هذين المثلين لصنفين من أصلاف البشر أحدهما من المنافقين الذين كلما أضاءت لهم النار مشوا أي كلما رأوا بصيص النور مشوا فيه والصنف الثاني الذين يعيشون في ظلمات النفاق ولكنهم يترددون بين النفاق وعدمه كلما رأوا من المسلمين أشياء وكلما ذكروا خرج على لسانهم الحق فهم كأنه يأتيهم الحق من الخير من السماء بنزول الآيات التي ينزلها الله تبارك وتعالى والإنذارات في هذا القرآن وإذا بهم والعياذ بالله تعالى مع هذا المطر الغزير والرحمة من الله التي تنزل لا يستفيدون منها إلا فقط الخوف من الرعد ومن البرق فالبرق النور الذي يأتي من السماء نور الإيمان الذي يلمع في قلوبهم والرعد هو صوت الحق والإنذار الذي ينذرهم الله تبارك وتعالى إذا لم يطيعوه واطعوا مخلوقاته هؤلاء مثلان لصنفين من الناس ويبين الله أصنافا كثيرة من النفاق التي يتبعها المنافقون في سور كثيرة حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة براءة ومنهم 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 فيذكر أحوالهم وما يعتمدون من الأقوال ويذكر في سورة النساء أيضا بعض أحوالهم وكما قلت قديما ذكر الله لهم أو أنزل الله فيهم سورة اسمها سورة المنافقين أيضا بيّن الله تبارك وتعالى أوضاعهم وأشكالهم حتى لا يندرج ولا يخفى وضعهم على أحد وحتى ينتبه الإنسان إلى نفسه فيبتعد عن النفاق والمنافق أيها الإخوة لا يدري أنه منافق ويظن أنه شاطر ولكنه مع الأسف يغرق في الكفر ويزداد في الضلالة ويستدرجه الله من حيث لا يعلم أما المؤمن فهو حذر يخشى على نفسه النفاق ويراقب نفسه ويراقب قلبه فلا يعمل عملا إلا بإخلاص لله والعمل ويعلم أن العمل لا يقبل إلا أن يكون موافقا لشرع الله يعني بطاعة الله ورسوله والشيء الثاني أن يكون خالصا لله مخلصا في عمله فإذا لم يوجد مطابقة العمل للشرع والإخلاص لا يقبل العمل فالمؤمن يخشى على نفسه ويراقبها حتى لا يقع في النفاق ولا يزوى الله تعالى أما الكافر ينساق وراء كل ناعق ويفعل ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى وهو يظن أنه لا يفعل شيء وشاطر يدبر أمره ويضحك على المؤمنين ويمشي هذه الأمور وهو في الحقيقة إنما يسخر من نفسه وإنما يكيد لنفسه وهو لا يدري والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين